اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باب السابع والسبعين من الكتاب الحادي والعشرين كتاب الجنائز باب في كراهية القعود على القبر وهدفه إزاء للميت القعود على القبر يؤذي الميت ولذا يكره القعود على القبر لعدم إزاء الميت لتجنب النجاسة أيضا لأن القبر بيختلط فيه عظاما وأثر تحلل جسد الميت فجنس فيبقى ينهى عنه لنجاسة المكان لعدد الاحتمال النجاسة فيه وإذا أمنت النجاسة فلسبب آخر وهو إزاء الميت فلا يوقع القبر ولا يتوسد ولا يؤلس عليه ولا ينام عليه ولا يصلى فيه ولا يصلى إليه كل دي أدابة مع القبر وكلها أحكام فقهية ليست لها علاقة بالعقائد والأصول كما يعتقد ذلك بعض المتسرعين باب في كراهية القعود على القبر بإسنجنا المتصل عن مشايخنا جزاو وضعنا خير الإمام أبدو في سنن الحديث الثلاثين بعد المائتين والثلاثة آلاف يقول وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر وهذا التغليز في التحريم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر وعن أبيه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيل قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد ابن جاب عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة من الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها باب المشي في النعل بين القبور دا 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 في حاجز مش في جدار طالما في جدار خلاص كلام دا ما يبقى القبر كده مش أمامك شيك كيش أي حاجز ولا حتى استرقناش وتصلي ليه ويبقى النهي دا لكراها وليس للتحرير فإذا صلنا إلى القبر صلاة صحة بإجماع المسلمين ولا يوجد طبعا حد لي صلي أمام قبر مباشر كل المساجد فيها حوابس وفيها جدر وفيها ستائر وفيها يعني كذا حاجز متلاقيشه المسجد حاجز وقت دا تلاقي الدريح دا في حد ذاته حاجز لأنه دا بناك وبقالين فوق الدريح حطين ستارة وورا الستارة حطين حاجز حديدي وبقالين عمدين بوابة يعني كل دي حوابس فجل ما فيش مشكلة سيدنا عمر من الخطامة وشك أحد السحابة بيصلي إلى القبر فقال قال له القبر القبر وما قالوش قاعد صلاتك يعني ما تعملش كده تاني كأنها بقال له يعني ما تعملش كده تاني ما تصليش للقبر تاني لكن قال له قاعد صلاتك أو اقطع صلاتك صلاتك قبل ما قالوش باب المشي في النعلي بين القبور إذا كانت القبور غير مبنية بحيث محددة يعني بحيث المساحة دي كلها فيها قبور وانت مش محدد أماكن القبورية إذا مشي يستحسن ألا تمشي بنعلك احتراما للمقبوري تمشي حاجز لكن الوقت معظم القبور اللي موجودة في مصر بتلاقي عمين شاهد وعمين بناك فانت بتمر في الطرق اللي بينها بالنعلي متاشيش كده لان دي طرق بين لكن لو ما كانش في حدور واضحة يعني كل المساحة دي قولك دي قبور طب فين علامات القبور مفيش علامات هما بتفنوا هنا وخلص حاجزهم اتفق يبقى هنا بقى ايه يكره انك انت يكره ولا يحق يكره انك انت تمشي في القبر بالنعلي المشي في النعلي فلق بين الكبور وعنو بيه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الاسود بن شيبان عن قالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيب عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه للجاهلية زحم بن معبد فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحمه قال بل انت بشير كان النبي غير الاسماء القبيح عندما يلاقي واحد اسمه قبيح كده يغيرونه قال له اسمه زحمه ايه زحمه فقال انت بشير زي جاك الواحدة برضو اسمها برة قال انت ايه زينب عشان ما يبقاش البر يقولك ايه برة موجودة مفيش بر يعني مفيش امح يعني مفيش هكة يعني فقر او مفيش بر يعني مفيش خير لما يبقاش حلوة يعني يبقى فيها النبي كان يحب الالفاظ الجميلة اللي فيها يعني حسن ايه الفقر قال بل انت بشير قال بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا ثم مرة بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فاذا رجل يمشي في القبور عليه نعلا فقال يا صاحب السبتيتين اسم للنعل السبتي اللي هو من جلب لا شعر فيه الجلب اللي شعر فيه سموه نعل سبتي نسبة لسبت مدينة بتصنع في هذه النعل غير ايه المشعورة يعني لقي جلب غير شعر فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتين فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاي يعني ابن عطاه عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع عن عالهم قرع عن عالهم منا يا هل توحي أنهم يعني أولفسين النعال وهما ممشين توحي بهذا عشان كده قالك إن التحريم النايين للكراءة وليس للتحريم يبقى النايين للكراءة وليس للتحريم أو إن قيدوا بعض العلماء قالك إن كانت مبنية كما قلت في المقدمة فلا بأس أن يمشي في الطرق بينها وإن كانت غير مبنية وغير واضحة فالأفضل في حقه أن يسير بغير عالم باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث هل يجوز نفش القبر وأخذ الباب بعد دفنها لنقلها إلى قبر آخر نفش القبر عندنا حرام حرام من الكبائر كمان يعني عدوه كثير من العلماء أن نفش القبور بغير ضرورة كبيرة من الكبائر لأنها فيها انتهاك حرمة المسلم وانتهاك حرمة المسلم من الكبائر لكن أجاز العلماء نفش القبر لظروف كأن يكون حديث الدفن ولم يصل حديث الدفن ولم يصل نطلعه ثم نغسله أو أنه دفن في قبر مغصوب أرض مش ملكة وهم صحاب الأرض يطلبوا بها وطلعت الأرض مش ملكة بقت أرض مغصوب يبقى في الحالة دي نطلعه وندفنه في أرض غير مغصوب وكذا لو كان فيه كفن مغصوب ولم يتحلل يبقى في الحالة دي برضو نطلع الجسة ناخد الكفن المغصوب ونجيب له كفن تاب يبقى فيه أحوال معينة وأحيانا يكون يريد الإنسان أنه هو يجمع أقاربه مثلا يجمع أقاربه سيد زي بن جابر بن عبد الله أراد أنه هو يكفن أبوه ثاني لأنه كان استشهد في أحد ودفن مع شهدات أحد بعضهم كانت بكفن واحد يتكفن كذا واحد ويدفنه كذا واحد في قبر فارطاءا هو يخرج أبيه ويدفنه في مكان منفرده ففعله في عصر النبور ففي بعض الظروف اللي يجزها ذلك أو إنهم ما سرعا حيعملوا في القبور دي نظام قال لك حنخلي القبور دي طريق الناس تمشي فيه فالله عنده مدفون يجمعه عشان يدفنه في مكان القبور علشان نظام العصري في ابتساع المدن يبقى في الحالة دي له أنه هو يدخل القبر ويجمع الوفاة وينقلها إلى مكان منفرده يبقى فيه ظروف ضيقة لكن مش عالفاديه عبد الله باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث وعنه بيقال حدثنا سليمان بن حرب وكذا لو دفن مسعى الرجل مع امرأة برضو دي يؤذي الميت حتى ولو كانت المرأة دي محرمه في الحالة دي تفتح بقبره تنقل ده وتعزي دعمه وعنه بيقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمال بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نظرة عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة يعني كان بالدائق النبو اللي هو عبد الله بن حرام دفن مع رجل في قبر واحد كان في نفسه حاجة يعني حاجة دايقاء قوله ما افتكر الحاجة دي دايما فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا يعني ليتجسده زي ما هو شهداء بقى الأرض اللي ترقل أكساب الشهداء فما أنكرت منه شيئا يعني لم يتغير فيه شيء زي هو يلا أنا عرفه كأنه نايم فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يال الأرض يعني ما كان بس لمسة وجه للأرض كده شعيرات من لحيته نحلت شعيرات ما كان ايه توسلوا للأرض لكن للباقي كله كما هو ودي حال الشهداء والأولياء والمؤذن المحتسب وقارئ القرآن العامل به وكده الأنبياء والأولياء كل دول الأرض اللي تأكل أكسابه ومعلومة يعني يعني الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم عبدالباعث وهو يعني موجود في الإسكندرية الآن بحاجة احنا عايشينها أبو الشيخ إبراهيم عبدالباعث دفنة في قبور للمسلمين في الإسكندرية وبعدين كان بود أهل الإسكندرية كلهم أنه هما يدفنوا في المسجد اللي قبضى أربعين سنة من عمر فيه يقرأ فيه صحيح البخاري ويعلم الناس ويخطر الجمعة كان رجل صالح وقال الإسكندرية كانوا حبوه وقبضى أكثر من أربعين عاما يقرأ البخاري سنويا في رمضان يختمه يبتدي البخاري أول يوم يقرأ يومين يختموا آخر يوم في رمضان قعد كدر بعيد سنة فكان رجل يعني محبوب للناس وكان يأخذ حوائج الناس ومستجاب الدعوة وراجل طيب فلما دفن بعيد عن مسجده الناس زعبوا وقعدوا يعملوا طلبات عند رئيس الجمهورية وقال يامها السادات إن احنا يعني تسمح لنا إننا ننقله علشانين ده دي حاجة تعز علينا ودرجة ربانا وليه مكان معد حجرة ملحقة بالمسجد بتاعه على ما عملك الإجراءات دي كانت مرت حداشر سنة على دفن وفي السادات أخيرا وأصدق قرار إنه ينقل فلان وفلان وفلان كان واحد في الإسكندرية وواحد في سهاج وواحد تاني باين في المينية ناس برضو صالحين يعني وكان الناس عند طلبات عند السادات علشان قالك دي ما ينفتش فيها إلا رئيس الجمهورية فدلت بقى حليني بقى على ما توصل لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية كان مشغول مع اليهود والحرب وشغلانا ففدلت حداشر سنة لحد ما هو وافد فدخلوا على القبر بتاعه وينقلوا بعد حداشر سنة لقوا كما هو كما هو كأنه مدفول بالأمس ويحكي لهذا أهل الإسكندرية اللي حضروا الجنازة التانية لأن عملوها جنازة تانية ونقلوا بقى فقال الإسكندرية كل أعداد كبيرة غفيرة حضر كأنه خبر متواتر يعني مش عن واحد بس وحكي لهذا يعني ابن الشيخ محمد إبراهيم عبد أكسن هما وجدوا الجسد كما هو والكفن كما هو كأنهم دفنينه بالأمس وهي بعد إحداشر سنة يعني ثبتت ولاياته حتى بعد وفاة رئاية من آيات الولاية لأن الولي لا تأل الأرض الجسد وكذا حكي لي حماية الدكتور عبد العزيز عامل وكان أستاذ في الشريعة الإسلامية رحمه الله كان مشرف رسالة الدكتورة بتاعته الدكتور عبد القادر عودة عبد القادر عودة كان رجل قانون وكان رجل صالح وكان رجل طيب وقتله عبد الناصر شنقا علشان الخلافات السياسية اللي حدثت بين الإخوان المسلمين وبين عبد الناصر المهم دفن شنق وابنه خد رفاة أبيه بعدما مات ودفن في مكان ثم ارتأ لهم أنهم ينقلوا مكفر الأسرة في مكان آخر بعيد بعد حوالي تسعة سنوات أو ثمان سنوات مش فاكري أنا ما حكى للكلوم من أكثر من ثلاثين سنة فالمهم فراحوا ينقلوا جسد الشيخة اللي هو الدكتور عبد القادر عودة مما كانوا بعرق أكثر من ثمان سنوات دفن وجدوه كما هو وحضر هذه الدفنة حماية الدكتور عبد العزيز عامل كان من ضمن حضورها لأن كل تلمزته واللي كانوا أعلمه واللي أشرف على رسائل الدكتورة بتاعتهم حضروا الجنازة الثانية وحضروا إخراجه فيعني خبر النبي أن الأرض اللي تأكل أكساد الأنبياء خبر صدقه الواقع والحس وإحنا حتى مش مستنين الواقع والحس عشان نصدق النبي إحنا مصدقين النبي بس هذه الأشياء تجعلها آية واضحة لفقال جنوع من الإنكار أو نوع من الاستغرار لأن الله على كل شيء قدير واستضافوا واحد عالم تاريخ غزوات سعودي في الأرض الحجازية فيه برنامج من هذا البرامج من عدة سنوات اتفرجته عليه في قناة اقرأ وكان بينقب عن أماكن الغزوات أيام النبي صلى الله عليه وسلم ويشوفها حاليا فين عشان يحددها وبيقول بينا نحفر ونعمل نجد أجساد صحابة كما هي وقال كده يعني كثيرا لدراجة أن بيقول وجد وجسد أحد الصحابة حطت إيله على جنبه وهم بينقلوه أو بيعللوه اترفع فوجد الدم حيخره فحطوا إيله دمه بيقول هذا يعني يقينا وأنه حضرها بعين رقصه ورائها فكل الحاجات دي كلها أنا سنة 86 سافرت لعلاج المجاهدين الأبغان أيام الحرب الروسية عن طريق وأخذ بالنقابة الأطباء أرسلوا بعض الجراحين كنت أنا منه سنة 1986 كان حرب الشيوعيين الروس مع الأبغان فسافرت لنا مدينة اسمها بيشاور وكنت رحت مدينة اسمها برشنار على بعد سبع كيلو من كبول عدت فيها 14 لأن كانت معظمة جروح تجيلنا عليه فوجدت أكثر بقى يعني من عشرات الأفغان يقولوا أن ينقلوا رفات أبنائهم بعد عدة شهور يجيلوها كما هي كما هي أنا نفسي رحت زورت مقابر بعد شهداء الأفغان والله كل اللي ماشيين معايا وكان معايا الدكتور محمد الفلوجي وهو أستاذ جراحة كبير من الفلوجة في العراق وبقاله 30 سنة في انجلترا في لندن من ضمن الناس اللي بيمتحنوا في الزمالة اسمه محمد الفلوجي وله كتاب مشهوره يعني مجدراحين الكبار العالميين كنت أنا والدكتور محمد الفلوجي من دور المقابر دي وكل اللي كانوا موجودين أنا والدكتور محمد وكلنا شامين رائحة مسك ليست موجودة حتى في السوق تشتريها رائحة مسك خاصة حتى الناس الأفغان اللي بيطاع يقولك كل قبور شهداء أفغانستان تشم فيها دير رائحة تصور فكل الحاجة دي الحمد لله تثبيت للمؤمنين انهم على حق وعلى خير وان يعني ميتنا في الجنة وان الذي يعيش فينا عاجب لله يذكر لله يستزيد من الخيرات فتجد انها أمة خير أمواتا وأحياء هي دي أمة المسلمين أمة خير باب في الثنائي على الميت طبعا احنا ايه؟ يعني مشهور عند الناس يقولك اذكروا محاسين موتاك وما هي جزء من الحديث عن النبي يبقى لازم الإنسان لا يتذكر مساوي الميت اللي مات خلاص بقى سطر بقى يبقى لو عايز تذكروا اذكروا بمحاسينين ولا تذكروا بمساويين باب في الثناء على الميت وعنه بي قال حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت ثم قال إن بعضكم على بعض شهداء مروا على جنازة تانية ده منافقوا مجرموا كاتبوا فكأن ألسنت الخلق أقلام الحق علشان كده الصوفية عندهم الكلمة دي بقى الصوفية جابوها من هنا جابوها من الحديث ده فقالوا إيه ألسنت الخلقي أقلام الحقي فالناس لما تسني على إنسان السناء ده من الله أجرى على ألسنت الخلق حتى يحذر الناس سيرة هؤلاء الفجر وعلشان كده شهادة الناس دي لأنه ما بيقوش متفقين على إنه حيقولوا إيه ده دي حاجة رب داني بيوقيها في القلوب كده تلاقي ده ما يعرفش ده وده ما يعرفش ده وده ما يعرفش ده إيه رأيك ففلان تقولك آه رجل خير رجل خير رجل طيب رجل ده حاجة غريبة أوه ده لو أعلم التفقين حتى يقولوا لفظه واحد فكأن الله سبحانه وتعالى يريد إنه هو ينشر إيه سيرة أهل الصلاح ويخفض سيرة أهل آآ الكفري والفجري والفسوقي والعصير وكذلك إلعناكم شهداء على الناس مش كده بب وكذلك إلعناكم ممة المساطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا باب في زيارة القبور وعن أبي قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي غريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذى لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا الكبورة فإنها تذكر بالموت في ناس فهمت من الحديث دا إن أم النبي الاستغفار مش هينفعها لأن النبي نهي على استغفار لها تبقى من أهل الكفر في ناس تفهم الحديث بالعكس أولا أم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة أهل الفترة ربنا قال فيهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم لتنذر قوم ما أنذر أبائهم من قبل يبقى خلاص أهل الفترة دول ناديين دا بإجمع الأم ناس نشأوا في مكان لم يأتيهم رسول ولا نذير وماتوا منين دول أهل جنة ولا نار أهل جنة حتى اللي يمدي لو واحد ما سمعش عن الإسلام وعايش مثلا في إحدى الغابات في أي حتة بعيد عن الأخبار وعش ومات من أهل الجنة يبقى اسمه من أهل الفترة لأنه ما سمعش فيه أنبئة ولا أنبئة عايش الغابة في حتة بعيد يبقى أهل الفترة ناديين دا بإجماع المسلمين طيب أم النبي وأبو النبي من أهل الفترة وأبي داج النبي من أهل الفترة لأنه قاله اللي تنذر قونا ما أنذر أباء من قونا يبقى دول نبي طيب الحديث دا لو فهمنا أنه هي النهي عن الاستغفار يبقى معناها أنها من أهل النار نقول نقول دا حديث أحد لا يقوم القرآن يبقى خالف ما هو أصح منه وأقوى منه القرآن أقوى قرآن بيقول لي أن أهل الفترة نادي وقال ما كنا معذرين حتى نبعث الرسول يبقى لازم القرآن يمحي من زيني الفهم الخطأ ولو ما فيش الاحتمال هذا الفهم وهو ألغي الفهم من الحديث لأنه خالف القرآن وهو أقوى منه يبقى عندي أدلة كثيرة أرد بها حتى الفهم الخطأ لكن فيه دليل لطيف من الحديث نفسه نهي عن الاستغفار لها لأنها لا تحتاج الاستغفار بس ببساطة لأنها للفترة نادي فتح تستغفر لها ليه؟ هي أصلا غلط ليست مزنبة فلما تستغفر؟ فده معنى يجعل الحديث صحيح المفاهم ويوافق صويح القرآن يبقى لازم نلتزم به نلتزم بالمعنى اللي هو يوافق صريح القرآن وإلا تناقض السنة القرآن ويحصل شغب والشغب يعني مفوش علم في جهل وفوضى وبالتالي لازم نحن نوفق بين حقائق القرآن وبين أخبار النبي لأن النبي صادق لا يكذب صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي على أن أستغفر لها فلم يؤذى لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت وعنوا به قال حدثنا أحمر بن يونس قال حدثنا معرف ابن واصل عن محارب ابن بثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة عظم وعشان كده الواحد لازم ما يمرش عليه اسبوع على الأقل إلا لازم يزور القبور من باب الأدب من باب تهزيب النفس كل اسبوع على الأقل والحمد لله يعني أنا يوميا لازم أمر على القبور بالسيارات باب أزولهم يوميا وقرأ لهم الفتاة لأن طريقي من هنا لحد هناك والمؤطم الحمد لله كله قبور يعني المدفونين في المؤطم أكثر من حيب العيشين سبح المؤطم كل قبور مصر فيها جميع أولياء مصر المدفونين في سبح المقبل لكن الفكرة ساعت مع زحمة المواصلات تبقى أنت راكب وماشي بالسيارة بتاعتك في وسط القبور وتنسى أنك أنت تني زيارة أهل القبور برضو صلاح سالم طريق صلاح سالم ده تلاقي القبور على الجانبين سلم عليه بس قول سلامه عليكم درقهم والتماشي يعني تلاقي نفسك بتزور القبور كل يوم استحضر عزة الموت وإن دي نهايتك تلوقتي طاير بعربية وعندك مش عارف عمار أقفين وعندك مشايع إيه بعد كده حتنام جنبلول التقل لا بقى حتسيم كل الحكاية دي وحتلط لحمن فلازم أن الإنسان برضو قيم في زحمة حياتي ما يحرمش نفسه من العزم يبقى باستمرار كده زاكر متذكر متطعز فاللي ما بيمرش بقى على القبور خالص يبقى يعمله زيارة إسبوعية على الأقل يروح يزور فيها قبور المسلمين يعني الفائدة تعود على الحي وتعود على الميت بتعود على الحي علشان بيتطعز وبتعود على الميت علشان بيسمع الدعاء ويأنس بزائره ولما يأنس بزائره يدعي لك يقول لك جزاك الله خالي هو مقدار الحق يوم ربنا دعوة الميت مستجبة قطعة لأنه مقدار الحق أما كل ما نزوره كده وتبعت له يعني دعوة حلوة ويجد أثرها يوم يدعي لك تبصد الله إيه ربنا سبحانه وتعالى من يسر لك أمورك ومنبرك لك في حياتك ومنبرك لك في نواياك وفي أعمالك يجون ما تشعر لدعاء الموتى قبل دعاء الأحيات لأن لهم ما يشعون عند ربنا شبنا قال كده علينا وموتى المسلمون الحمد لله حتلاقي قبرهم روضة من ريال الجنة يعني انت بتبقى ماشي في وسط ريال الجنة بدي نعم كبير يبقى الواحد لازم إيه يعمل لنفسه ورد كده اسبوعي لزيارة القبور ورد اسبوعي على الأقل باب في زيارة النبي كان يزور القبور يوميا وأكثر يعني تشوف حبه يوميا الرجل كان الستينة عائشة ترتقله قبل الفجر بساعة أو ساعتين تجده جاي من طبع من جهة إيه البقية يعني راي يزور البقية لأن النبي كان عنده الليل زي النهار كان يرى في الليل كما يرى في الليل فكان يروح يزور البقية قبل الفجر بساعتين كان بعرم يصلق يام الليل يطلع البقية ويعد يدعي لهم شوية ويرجعتهم حتى استيقظت هي جاي من جهة البقية فكان كثير ما يزور وكان يزور أهل أحد تقريبا مرة كل أسبوع كل سبت ويمر على قباء في طريقي لهم يصل ركعتين هناك ويستريح عند بيتهم وحرام صلى الله عليه وسلم كل دي سنن الناس ما بقيتش مهتمة بها فلازم نعيدها تانية باب في زيارة النساء القبور وعنوا به قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعب عن محمد بن جحالة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه ثم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمنتخدين عليها المساجد والسرج يبقى اللعن ده كان لعن في الأول لأن كان زائرات القبور النساء بالذات وهم حديث عهد بجاهلية يروح القبور ينوحه ويلطمه ويعيطه ويشكره في الجلوب فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من تفعل ذلك والمتخدين عليها المساجد يعني يزهدوا إليها عبادة لها والسرج يعني ينوروها بالنور بالنار لأن كان زمان الإنارة كانت بعبارة عن السراج اللي هو النار والنار يؤذي الميت لما تيجي تولع شامعة مثلا تولع حاجة في القبر الميت الميت يتأزد من النار أي شيء يعني النار حقيقي حاجة لمزدها النار كل ده يؤذي الميت فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم بعد ذلك أجاز زيارة القبور للنساء بعد عدة سنوات لما تأدبوا بأداب الإسلام وتحلوا بإيه؟ بالصبر والرضى بقضاء الله قال كد كنت ناهيتكم عن زيارة القبور أدا فزوروها فإنها تذكركم منهم فدخل في الأمر النساء والرجال باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها وأنه بإقال حتى فنلقى عن أبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وهذا دعاء قصير لطيف ووارد في شرك تانية إنك تدعو لهم بالمغفرة وقول اللهم وغفر لهم وارحمهم وعافهم وارفو عنهم وإنك تدعو لاللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجراهم وغفر لنا ولاهم كل ده جائز والوقت استحسن الناس قراءة الفاتحة على أساس ما دعاء موجز فيه كل شيء في كل المراد وعلشان كده الناس استحسنوا قراءة الفاتحة على الموتة واستأنسوا بأنك تقرأها في صلاة الجنازة فصلاة الجنازة على الميت وللميت وشفاعة بالميت وفيها قراءة الفاتحة من القرآن فلا تقرأ الفاتحة على الميت لأنك لك أسوة في صلاة الجنازة باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ لو مات محرما بقى نعمل فيه إيه؟ لأن المحرم لا تغطى رأسه هل بعد الوفاء تستمر أحكام الحياة؟ الأحكام الدنيا المتعلقة بالحياة؟ لا تستمر إلا مع الشهيد والمحرم بس الشهيد والمحرم بس لأنه الباقي خلاص أحكام الحياة تسلب عنه خلاص حتى ملكه بيسلب منه بإرز ويبقى تركه لكن المحرم يظل محرما حتى وهو بيوتر فلا يغطى رأسه ولا يطيب يعني إحنا بنطيب الميت لما نغسله ونجيب كفور ونجيب حاجة ونحطها في الغسلة الأخيرة المحرم لا استعملش الطيب لأن يحرم استعمال الطيب وكذب خاص به لأن يبعث يوم القيامة الملبية كما أخبر صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال لك أن هذا الحديث خاص بالراجل دا اللي النبي قال عليه كده وبالتالي يبقى المحرم يغسل ويكفر ويغطى كسائر الموتى وده مذب الملكين والشفعية قاله لا ليس حكما خاصا به بل حكم عام لكل محرم يموت محرم كويس فهي خلاف بين المذب باب المحرم يموت كيف يصنعه وعنه بي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عمر بن دينار عن سعيد بن جبيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلة وقصته راحلة يعني اين؟ الرحلة هي الجمل اللي عليها الهودك يسمون الرحلة وقصته يعني وقعته على ظهرها وداسبها على عمقه يبقى معناه أتلته يعني حدثة عربية يبقى الوقت يعني واحد مات في حدثة عربية لما الجمل كانوا العربية أيام فطصه جمل زي طصته عربية يبقى حدثة عربية وقصته يعني وقعته من فؤية وراحت في الزحام انت عارف زحام الحج بك فراحت دايسة كمان عليه منكسرة زحام النوق والجمال بتبقى ايه أعداد كبيرة في القوافل اللي ماشية فبيبقى زحام فالرجل مات أزيل موت أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر والسدر دا نوع من الصبون للرائحة دا يعني نظافة ولكن بلا رائحة وعشان كده أجاز العلماء استعمال الصبون بلا رائحة للمحر للتنظيف يعني وانت محرم ممكن تغسليلك بصبون بس بلا رائحة لبا صبون مخصوص كده اغسلوه بماء وسدر أي إن في الغسلات كلها سدرا ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا وكان الكفن من جميع المال وعنوا بي قال في رواية تانية غير رواية أبي الهود قال فإنه يبعث يوم القيامة محرم أو ملبية وعنوا بي قال حدثنا سليمان بن حب ومحمد بن عبيد المعنى أو لا حدثنا حمال عن عم وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه قال وكفنوه في ثوبين ثوبين يعني الرداء والإزار يعني الرداء والإزار بتقرب لبس الإحرام بتقرب وكفنوه وقال عم في ثوبين زاد سليمان وحده ولا تحنتوه تحنتوه يعني تطيبه والحنوت هو طيب الموتى الطيب المستعمل للموتى يسموه حنوت وعنوا بي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حمال عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه بمعنى سليمان في ثوبين والحديث الأخير في هذا الباب وفي كتاب الجنائث وعنوا بي قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال انسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل يهل يعني يلبي ونقف على كتاب الأيمان والنذور وفيه اثنين وثلاثين بهذا نقرأه نستخدمه ثم أجازة يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد ثم نلتقي فجر الاثنين يبقى حنلتقي فجر الاثنين بكرة ثم فجر الاثنين الذي يليه إن شاء الله وكل عام أنتم بخير ونذكركم بإحياء ليلة العيد بكرة هتبقى ليلة العيد يعني بعد العشاء بكرة هتبقى تسمع ليلة العيد إحياء ليلة العيد سنة مطلوبة فتصلي بعد العشاء كده يعني 11 ركعة تقرب كل ركعة كده قد جزء قرآن ولا ربعين ولا حزب طول شوية يعني عيش مع قرآن شوية ليلة العيد كده حلوة بدلا ما تعيش مع العيد والمطحير يعيش مع المطحير العيد تانيوم والمطحير تانيوم يعني خلي اللحمة لها وقتها والصرى لها وقتها والعبادة لها وقتها أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم من سائل المسلمين وأن يلهم الفرجاج الدعاء المستقابل وفجبهم ويعفيهم ويحملهم في الأمان والسلامة ويعيدهم بلادهم في أمان وسلامة يا رب العالمين وأن لا يحبنا أجرهم وأن يجعلنا مع مموسطهم في دعائهم وفي أجرهم وأن يجعلنا ويحملنا معهم في العام القادم إن شاء الله اللهم يسير مورنا وصير لبنا وبلغنا فيما يحبت أملنا وفقنا يا ربي وسائل المسلمين لما تحب التنظر إن الله وملايك تبجوا صلونا على النبي يا أيها الذين أمنوا صنقوا عليه وسلم التسريم اللهم نصلي على سيدنا محمد وعبدك ورسولك ونبيه وعلى آل وسلم الله هم صلي على سيدنا محمد وعبدك ورسولك ونبيه وعلى آل وسلم عدد خطك وإنبار ستجدون أسعى وإذن كلماتك وإنبار حبوت الله سبحانه وإذن أرادك وإذن أرادك والسلام عليكم والحمد لله وإذن أرادك وإذن أرادك بإذن أرادك